موسيقى حبيثة الأكارم عودا حميدا معاكم ونكمل شوارنا اللي كنا نتكلم فيه عن ثمرة وأوراق البابايا قلنا فيها فوائد كثيرة وقفنا عن حليب الباباية وقلنا حليب الباباية لا فوائد مدر للبن المرضع وبيكل بساطة نصف الثمرة مع نصف كوب حليب بيخلطونهما بعض وقليل من حمض الستريك هذا يكون حليب يقدم للمرضع عشان يساعدها في درار الحليب وقلنا حتى حليب الباباية هذا زين ممتاز علشان الطحال حفاظ على الطحال ولا فوائد كثيرة يعني الثمار ثمار الباباية أما يستخدم قلنا غير ناضج أو أن يستخدم ناضج فإذا كان غير ناضج يستخدم أو يتناولونها وهي غير ناضجة مع السلطات أو حتى مع المرق أو حتى مع اللحم يعني أنا أشوف عند الأسيويين أنه لما تكون وجبة أو طبخة لحم يحطون معها الباباية الصفرة اللي مو ناضية يقطعونها ما يقطعونها وإياها طبعا بالنهاية يكون طعم هوايد حلو بالمرق بس تخلي اللحم ينضج بسرعة بسرعة عجيبة عادة اللحم إذا حطيتها يعني مثلا رباط البيوت يأخذها ساعة ونص ساعتين لمن يصير ذائب يعني الأول نحطونا فيه جذر الضق خلال الأربعين ديجا ينتهي الأمر بس لم يطبخونا مع الباباية يشوفون اللحم بسرعة ينضج ليش لأنها تكسر اللحم يسمونها كما يعني سأله في القول عنها إنها مطرقة البروتين فهذا من ناحية استخداماتها لذلك وجدوا إن استخداماتها الطبية يعني عظيمة دخلوها حتى في الصناعات الطبية يعني بعض أنواع الضمدات الضمدات الحروق وضمدات الجروح داخل فيها أو في صنعها الباباية والباباية من نوع شنو؟ الباباية الانرائد أو اللي هي الباباية النية داخل في صناعة الضمدات سواء كانت الحروق أو القروح والقروح نوعين إذا كانت قروح عادية أو قروح متقيحة وطلع ريح وصديد فيستخدمون لها الباباية لعلاج التقيحات والصديد اللي يخرج وحتى الروايح اللي تطلع من هذه القروح في بعض الناس خصوصاً كبار السن أو اللي أصيبوا بالشلل وصاروا طارحين الفراش يعانون من قرحة الفراش وهذه الأسئلة تتكرر عليه وتيني صور من كل مكان وأنا حطيت الصور لبعض الحالات اللي قدمت لهم مساعدة حطيتهم في حسابي في الإستغرام أي واحد يقدر رجاله قرحة الفراش لها عدة طرق يعالجونها فيها أو يستخدمون الضمدات هذه الضمدات الباباية أو يستخدمون منقوع المرة وهذه العلومة أقول لكم وإن كنا نحن طلعنا شوية على الموضوع بس سيبنا سيارتها والكل يستفيد يأخذون منقوع المرة منقوع المرة شون يحضرونها؟ الكوب نفسه المتين ملي يأخذون قطعة صغيرة بمقدار حبة البندق من المرة والمرة لاحظوا ترى ما الذوب صراحة هي بأنها الذوب الذوب تماماً تماماً ما يبقى إلا الشوائب فيحطونها في الماء الدافئ يحركون 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 ليه من تذوب تماماً خرجها تكون رضيفة معقمة يصفون الماء فوق راح تكون شوائب خشبية وغيرا غيرا بس تحت اللي ينزل تكون أيش منقوع مرة صافي تمام هذي يستخدمونها كغسول اللي معهم قرحة الفراش واللي معهم القدم السكري واللي معهم كذلك الغرغرينة يمسحون الجرحة والشي بمنقوع المرة بعدين بالقطع ينشفونها يستخدمون بعد ذلك عسل أو عسل صدر أو عسل منوكا تركيزة 18 يونيك منوكا فاكتور يو أم أف 18 أو 20 تركيزة يا 18 يا 20 لا يزيدون ولا يقلون في طبقة خفيفة من العسل خفيفة بعدين الفون الجرح يغطونا بشاش شاش هذا أي نوع مو شاش العادي عشان لا يصق على الجلد ويتأذى المريض لا يتشيله منه يستخدموننا البرافين جوز اللي هو الشاش اللي مطعم أو مدهون بالبرافين بشمع البرافين هذا خاص حق الحروق وحق الجروح فيحطونا ويلفونا ويغيرونا على الضماد كل 24 ساعة باستخدام المنقوع المرة مع العسل مع المتابعة والطبيب راح يشوفون المريض يعني بلا يشوف وادر الشفاء بس لازم يكون تحت إشراف الطبيب لأنه في أي لحظة ممكن تطلع ريحة عفن في اللحم ساعتها لازم تدخل طبي مباشر عشبتنا فيها الفائدة للصغير والكبير خلونا نتعرف على فائدها وطرق استخدامها خلكم معايا هذه طريقة والطريقة الثانية هي طريقة البابايا ضماد البابايا أعتقد بالصليليات تقدرون تلقونا اللي هو يعني أي شيء مراهم مراهم الغروح أو الجروح وهذا تستخدمونها إذا كانت من تركيبة البابايا استخدمونها لهذا المناطق بس هم أقول خلكم مع طبيب واستشيروا طبيب بهذا الشأن لربما الطبيب عنده برنامج ثاني لا تخلون أي شيء تتعارض مع برنامج الطبيب الطبيب هو الأولى والطبيب هو اللي للكلمة الأولى والأخيرة في هذا الشأن فهذا علشان قرحة الفراش وكذلك للقروح أو الجروح المتقيحة اللي تطلع صديد إذا يعني واحد مثلا وقال لي أنا معاي مثلا غر غريلة ومقررين لبتر حيالا تكون واصل إلى مرحلة بدأ العفن وبدأ تتلف في الأنسجة هنا ما منه فايدة هنا تقول له والله للطبيب اللي يقول لك سور إذا الطبيب قال له في مجال يعني تراجعيني مثلا بعد أسبوع أو تعال لي بعد شهر هنا في مجال أنك أنت تسوي أشياء لربما أن أنت تقي نفسك شر البتر يعني البابايا هذه حتى في الصابون بعض الصوابين وهذه تلقونها في الجمعيات في كل مكان تشوفون البابايا داخل في صناعة بعض الصوابين والكريمات هذه لقوا أن قشور البابايا شرط البابايا هذه القشر اللي مبرة هذا القشر يعالجون في البشرة يفتحون اللون ليش لأنها هذا القشر في مركبات خاصة وبطريقة خاصة تزيل الجلد الميت ومجرد ما زالت الجلد الميت من الطبق اللي فوق يبدأ الجلد الحي وتبدو البشرة كأنها بيضت بواقع أنها شارتها خلصوا من القشور أو الخلايا الميتة فتبدأ الخلايا الحية بعدها وتبدأ البشرة ما صعت البيض متغيرة تماما وتعطي هذا اللمعان فصوابين البابايا أعتقدهم المنتشرة في كل مكان جربوها وايد زينا كصابون للبشرة فقط بابايا كذلك غنية بالفيتامين A وكذلك الفيتامين C وتستخدم يعني كذلك لأنه مشاكل في النظر أنا لما تكلمت عن قشر البابايا ترى وايد من الثمار والفواكه كذلك إحنا نتخلص من قشرها ما نعرف أن الفائدة حصلان في القشر تعرفون أنه في دراسة صارت على البيديان بالذات على قشر البيديان وايد ناس تكشر البيديان وتقطه وتستخدم يعني أو مثل نشون البيديانة بعدين يشيلون قشرها يستخدمونها يعني بدون القشر يسون منها الدقوس وغيره تعرفون أن قشر البيديان هذا صارت عليه دراسات ووجدوا أنه في مادة في مادة تبشر يعني بشائر خير منها ممكن يعني جي كلها دور في القضاء على خلايا السلطان قشر البيديان فلا تستهينون فيه تأكلوا ببيديان أكلوا بقشر لا تقشرونها وايد أشياء الفائدة تكون بالقشر أكثر من داخل القشر فهذه البابايا القشر ما لها نفسه في فواعد طبية شن الفواعد طبية هذه زين حق البشر وايد نساء يعني مهتمين بهذا الشيء مهتمين بالجمال عليكم بالمركبات اللي هيمال تقشرة البابايا علشان تبيض وتفتيح اللون سواء البشرة أو في المناطق الداخلية حب الشباب يستخدمون اللب اللب البابايا علشان القضاء على حب الشباب هذه يعني أحيانا يخذون اللب مع البابايا ويطحنونها ويفركون في البشرة فصير يعني كسكرب مجرد ما يفعلون الحركة هذه كلها يعني تروح الرؤوس هذه من حبوب الشباب ومع الفترة يعني كنا مسوي عملية تقشير فتبدأ تتلاشى حبوب الشباب بالتدريج زيت البابايا طبعا البابايا يستخرجوا منها زيت أو بطريقة ما يصنعون زيت من البابايا للقضاء على هيجان الجلد أحيانا يكون هيجان الجلد يعني حكا شديدة ومن هذه الأمور هذه كلها فيستخدمون زيت البابايا على هذه الأماكن علشان القضاء على الإقزيمة والصدفية أحيانا يكون هناك جفاف شديد في البشرة طبعا الإقزيمة أنواع أحيانا الإقزيمة يكون بسبب جفاف البشرة أحيانا نجينا فصل الشتاء ونسمي عندنا بالكويت المشق لما الإيد تبدأ تصير خشنة وتشقق وتبطط فيستخدمون لها زيت البابايا عشان تنعم تروح منها هذه المشاكل توعود البشرة سليمة ونامة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة